ماذا عن الأسواق العالمية نتحدث أكثر عنها ينضم إليه مباشرة من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة إكوتي أحمد صباح الخير حركة الدولار الأمريكي واستمرار هذه القوة فيه هل تعتقد بأنه يعني ما هو الاستحقاق المقبل برأيك الذي قد يدفع الدولار لحركة أقوى إن كان صعودا أو هبوطا عيسى صباحة ناصر شكونا للإستضافة يمكن دولار كينج في سترة الماضية وقد يستمر في سترة الحادة من ناصر عندما ننظر إلى المعضيات بشكل كامل سواء كانت منذ بداية العام انخفاض توقعات الأسواق حول تخفيض أسعار الفائدة من خمس تخفيضات إلى حاليا تخفيضتين التضخم لا يزال عنيد 3.5% لحتى الآن على أساس تنوي عندما ننظر لها ناصر حتى في الفترة القادمة قد يكون هناك ارتفاعات أكثر حتى لو نظرنا لها إحصائيا عندما نزيد قراءات حتى الأربعة بالمئة أعتقد قد يكون هناك تضخم عنيد فبالتالي المعضيات المتواجدة كفاندمنتل كاقتصادية متواجدة حاليا تدفع الدولار الأمريكي لتسجيل المزيد من الارتفاعات من ناحية أخرى بكل تأكيد الدولار الأمريكي هو عملة الملاذات الآمنة خاصة لو نحينا حاليا اليمن الياباني من ناحية الملاذات الآمنة على ما أعتقد التوجهات أو التدفقات قد تكون حول الدولار الأمريكي أو تصب بصالح الدولار الأمريكي خاصة في ظل التواترات الجيدة السياسية وقد ترتفع حدتها ترتفع النطاقات تزداد في الفترة القادمة مما قد يعطي إمكانية الدولار الأمريكي تسجيل المزيد من الارتفاعات فنيا أيضا الخروج من القناة السعرية الهابطة ناصر على ما أعتقد تعطي المزيد والزخم لتسجيل الارتفاعات بالنسبة للدولار الأمريكي جل ما أتوقع في الفترة القادمة وما أركز عليه ناصر هو هل سيتجأ الفدرال الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة في هذا العام هل سوف تكون دورة تسهيلية كاملة على ما أعتقد لن يكون ذلك قد يكون التضخم عنيد قد يكون تخفيض مرة واحدة دفعا للانتخابات الأمريكية أو تخفيض طين على أفضل الأحوال بالنسبة لإقتصادات الأمريكية حاليا أو بالنظر إلى الإقتصادات الأمريكية لذلك قد لا تكون دورة تسهيلية لذلك الدولار الأمريكي قد يكون المستفيد الأكبر في الفترة القادمة أو تحديدا حتى نهاية عام 2024 ماذا عن زوج الدولار ين بعد تجاوز مستويات المائة واثنين وخمسين وتجاوز الثلاثة وخمسين والآن على عتبة المائة واربعة وخمسين ين السوق يبدو بأنه يمتحن صبر البنك المركزي الياباني هل من الممكن تدخل البنك المركزي الياباني لتقوية اليان في ضوء طبعا من الخطوات التي اتخذها أخيرا المركزي الياباني وهو الخروج من نسبة الفائدة السالبة يمكن ناصر البنك اليابان ما عنده أبدا خيارات أخرى إلا التدخل حاليا الوعود بعمليات رفع أسعار الفائدة وحتى إشارات صحيفة نيكاي في الفترة الماضية بأنه شهر ستة أو شهر عشر قد يكون هناك رفع أسعار الفائدة بالنسبة لليان الياباني على ما أعتقد الأوراق باتت محسوبة بالنسبة لليان الياباني التدخل قد يكون هو وارد في الفترة القادمة بالنسبة لبنك اليابان إمكانية حتى النبرة تغيير نبرة بنك اليابان أو الأعضاء تحديدا لم نشهد أبدا ناصر في الفترة الماضية وعود بأنها دورة تجديد سياسة النقدية بقوة بالنسبة لبنك اليابان لذلك الأسواق باتت تعتقد بأنها عمليات رفع أسعار فائدة لفترات بسيطة بالنسبة لليابان خاصة في ظل التضخم المرتفع في الفترة الماضية بالنسبة لليابان ما أنظر إليه حاليا هو اليمن الياباني لا يزال عملة كاري تريد تخارج اليمن الياباني من عملة الكاري تريد قد تكون هي دافع أساسي بالنسبة للياباني وإعطاء قوة كمعطيات اقتصادية لكن يمكن الدولار الأمريكي هو أيضا تواجدهات في الفترة الماضية كدافع أساسي ارتفاعات أعطت دفع أكبر بالنسبة لإنخباضات اليمن الياباني 153 أو أعلى من مستويات 153 حاليا بالنسبة لليل يمن الياباني مستويات على ما أعتقد مشيرة للقلق قد تدعو بنك اليابان للتدخل في الفترة القادمة أعتقد ناصر قد لا نشهد مستويات 155 بالنسبة لليابان قبل التدخل بالنسبة لبنك اليابان شكرا جزيلا لك أحمد عزام محلل مالي الأول في إكوتي أهلا بك